شارك وزير الخارجية سمح شكري رئيس المعاية لدورة قادمة لمؤتمر أطراف تفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 27 في الجلسة الافتراضية رفعة المستوى لتغير المناخ والتي تعقد في إطار فعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة كما يشارك أيضا كل من الوزير البريطاني ألوكا شارما رئيس الدورة الحالية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 26 والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيات المتقدمة ومبعوث المناخ الإماراتي أكد وزير الخارجية سمح شكري على ما تمثله قمة جلاسكو للمناخ في العام الماضي من خطوة هامة بعدما يقرب من عامين من توقف ناقاد مفاوضات تغير المناخ بشكل حضوري في ظل جائحة فيروس كورونا كما شدد شكري على الأهمية الخاصة للدورة القادمة للمؤتمر كوب 27 والتي تصطدي فيها مصر في نوفمبر 2022 لتوجيه الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ خلال العقد القادم